والرقى بالكتاب والسنة ثابت وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خرجوا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبو سعيد ومروا على قرية فطلبوا من أهل القرية أن يضيفون فلم يضيفوهم ثم قدر الله تبارك اللذغة سيد هذه القرية فأرسلوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم مراقن قالوا لا نرقي إلا بجعل يعني كان يقول أنتم لا تستحقون ذلك أنكم لم تضيفون فقالوا نعم فاتفقوا معهم على جعل فجاء أحدهم قيل أبو سعيد وقيل غيره فقرى عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال يعني كأن كان مربوط وفكوا رباطة وقام ما فيه شيء فأخذوا ما اتفقوا عليه من الشياه مقابل شفاء سيدهم ثم بعد ذلك تشككوا هل يجوز لهم ذلك أو لا لأنهم إنما أخذوا هذا بما قرأوا من القرآن يعني هل يجوز أجر على القرآن أو لا فتشككوا في ذلك فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية وليس هذا باب الإنكار وإنما هذا سؤال يعني تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي رقية فعلا لكن كيف علمت أنها رقية وإذا يقول أهل العلم من أسماء سورة الفاتحة الشافية فالقصد إذن أنها رقية كما نص النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة